اشتركوا في القناة مستجدات العمل الحكومي وخطط التطوير وأيضا من البيان منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط نتوقف عند هذا الخبر ونقرأ كما ورد في البيان حيث استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان جيمس كليفارلي وزير الدولة البريطانية لشؤون شرق الأوسط وشمال أفريقيا جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وأيضا صبول تعزيز تعاون المشترك في المجالات كافة كما بحث سمو وهو جيمس كليفارلي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وتعاون المشترك من أجل احتفاء تداعياته ومعالجة آثاره بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض وأشهد سموه بالتطور المستمر في التعاون المشترك في مختلف المجالات وذلك بما يلبي تطلعات قيادتي كلا البيض البلدين ويعودوا بالخير على شعبيهم مشاهدين ما زلنا في صحيفة البيان لنقرأ حول الأخبار المحلية مدير بلدية دبل حصن يزور سوق مخازن أسماك المالح الجديد وحول هذا الخبر تفقد طالب عبدالله اليحيائي وهو مدير بلدية مدينة دبل حصن تفقد سوق مخازن أسماك المالح الجديد بعد استلامها من دائرة الأشغال العامة بالشارقة التي تشمل 27 محلا وموقعا خاصا للتمليح وتبلغ الطاقة الاستيعابية الكلية للمخازن حوالي 37 800 عبوة بواقع 1400 عبوة لكل مخزن إضافة إلى وجود مكان محدد لتقطيع الأسماك والتي تحتوي على آلية صحية التي تخلص من بقايا عمليات التمليح وفق الشروط الصحية المتبعة في الدولة الآن مشاهدين نقرأ الأخبار التي تصدرت صحيفة الاتحاد الإماراتية وواشنطن توافق رسميا على بيع مقاتلات F-35 لدولة الإمارات حول هذا الخبر أفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخبرت لكونغرس يوم أمس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة إلى الإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات F-35 وطائرات مسيرة وقال بومبيو في بيان له هذا تقدير لعلاقتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتصاعدة ما زلنا في الاتحاد ونقرأ الخبر الذي تصدر الجريدة أيضا وقف للقتال في جارباغ بضمان روسي حول هذا الخبر انتشرت قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناجورونو جارباغ التي مزقتها الحرب في الساعة الأولى في إطار اتفاق شامل لوقف إطلاق النار قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أنه ينبغي أن يمهد الطريق لتسوية سياسة دائمة للصراع وينص الاتفاق الذي أبرمته أرمينيا وأذربيجان وروسيا ينص الاتفاق على وقف إطلاق النار الكامل اعتبارا من منتصف ليلة 10 نوفمبر بتوقيت موسكو وهو ما ينهي الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وشرد كثيرين وهدد بجر المنطقة الأوسع إلى الحرب والمنطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكن يقتونها الأرمن وحتى وقت قريب كانت تخضع للسيطرة الكاملة للأرمن الذين صدتهم القوات المسلحة الأذرية في معارك عنيفة مستمرة منذ ستة أسابيع ستبقى قوات حفظ السلام الروسية لمدة خمس سنوات على الأقل قال بوتن أن القوات سيتم نشرها على طول خط المواجهة في ناقرونو جارباخ وفي ممر بين المنطقة وأرمينيا وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت إرسال 1960 جنديا في طريقهم إلى قاعدة جوية لم تذكر اسمها ليتم نقلهم جوا مع معداتهم وعرباتهم الآن مشاهدين نقرأ من صحيفة الخليج في قسمها الاقتصادي نقرأ من الصحيفة أن قلات الإماراتية تستأنف خدمة 240 وجهة حول العالم نقرأ حول هذا الخبر حيث أظهرت بيانات مؤسسة O.A.G المتخصصة ببيانات رحلات الطيران والمطارات أظهرت أن عدد الرحلات المجدولة من دولة الإمارات ارتفع بنسبة 4.5% خلال الأسبوع الجاري مقارنة مع الأسبوع الماضي وذلك في إشارة على التعافي المستمر الذي يشهده قطاع الطيران المدني في الدولة في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها أزمة كوفيد-19 بحسب بيانات المؤسسة بلغ عدد الرحلات التجارية المجدولة المغادرة من مطارات الدولة خلال الأسبوع الذي بدأ من التاسع من نوفمبر نحو الفين واثنين وتسعين رحلة وذلك مقارنة مع الفين واثنين رحلة في الأسبوع الذي بدأ في الثاني من نوفمبر ومع زيادة تدريجية في أعداد الرحلات التي تنطلق من مراكز النقل في دولة الإمارات تتقلص نسب التراجع في الرحلات مقارنة مع مستويات العام الماضي تساهم الشركات الطيران الوطنية في تعزيز حركة النقل الجوي بين دولة الإمارات والعالم وذلك على الرغم من التحديات التي تفرضها إغلاقات كوفيد ناينتين على تحركات المسافرين الدوليين الآن مشاهدين نقرأ عنوين صحيفة الأنباء الكويتية بقسمها حول العالم في المملكة العربية السعودية 25 فرقة مختصة بأعمال الرش بالمسجد الحرام على مدار الساعة إلى لبنان حيث ملكة جمال لبنان ماير عادي تحتفظ باللقب للعام الثالث لعدم تنظيم مسابقة جديدة إطلاق النار على أفغانية وطعنها في عينيها لأنها حصلت على وظيفة إلى بريطانيا حيث ترتفع معدل بطالة هناك إلى أعلى مستوى منذ عام 2009 وأيضا عنوانة الأنباء الكويتية عن مدينة الشارقة التي أعفت دور النشر من رسوم المشاركة بمعرض الكتاب ونختتم بخبر حول قناة فوكس نيوز التي قطعت البث عن مؤتمر لحملة ترامب هذا المؤتمر اتهم الديمقراطيين بالتزوير